موسيقى السلام عليكم مشاهدين اهلا بكم في الخلاصة نبدأها بمهم ملفاتنا الثامن من اب ابعاد تاريخية في الاقوال وحاضر ومستقبل تفسره الافعال موسيقى الى التفاصيل اهلا بكم استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم في قصر بغداد وزير الخارجية فؤاد حسين حيث تم بحث العلاقات الخارجية للبلاد والسبل الكفيلة بتطويرها والارتقاء بها واشدد رئيس الجمهورية خلال اللقاء على ضرورة تعزيز مكانة العراق في المحافل الدولية من خلال مساهمته باشعة وتكريس اجواء التفاهم والحوار البناء لترخسيخ الامن والاستقرار بين دول المنطقة مؤكدا على همية الدور المتوازن والايجابي للعراق في مسار علاقاته الخارجية بما يحقق السلام والتقدم بين الشعوب كما تم استعراض اخر تطورات على الصعيدين الاقليمي والدولي وتأثيرهما على الساحة العراقية اعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم عزمه اطلاق حملة كبرى لاعمار العاصمة بغداد وانقلت مصادر رسميا الكاظمي وخلال لقائه وجهاء منطقة العظمية اكد عزمه على اطلاق حملة كبرى لاعمار العاصمة بغداد وقالت المصادر ان كاظمي قال غير راض عن واقع بغداد ويراقب ما تعرضت له هذه المدينة من طعانات مؤكدا اليوم علينا ان نعيد بغداد الى زهوها والقيها حدد البيت الابيض العشرين من الشهر الجاري موعدا للقاء رئيس الوزراء الكاظمي برئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب حسب ما اعلنت الرئاسة الامريكية في اشارة الى تحسن في العلاقات بين بغداد وواشنطن بعد اشهر من التوتر وقال البيت الابيض في بيان ان هذه الزيارة ستجرى في العشرين من ابن تأتي في مرحلة حاسمة للولايات المتحدة والعراق ايضا بينما نواصل التعاون من اجل دحر تنظيم داعش بشكل دائم ومواجهة التحديات الناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد اشرت اللجنة القانونية في مجلس النواب منفذا لتزوير بالانتخابات المبكرة والمقرر اجراؤها في السادس من حزيران من العام المقبل وقال عضو اللجنة سليم همزة ان الانتخابات بحاجة الى استعدادات لوجستية واستكمال جميع الجوانب الفنية وبين ان اجراء الانتخابات بطريقة مستعجلة والعراق يعاني من جائحة كورونا والتحديات الامنية والوضع الاقتصادي الخانق وعدم التصويت على الجدول الملحق بالقانون هي عوامل يجب دراستها لضمان نزاهة الانتخابات وسرعة انجازها واشار لان عدم وجود احصائيات يعد منفذا للتزوير مرة اخرى وسيؤدي الى تهميش الاحزاب الصغيرة في العملية الانتخابية ويلحق ضررا بالغا بسمعة العراق وعمل مجلس النواب اكد تحالف القوى العراقية دعمه لمقترح رئيسه محمد الحلبوسي اجراء الانتخابات في موعد ابكر وقال النائب عن التحالف يحيى المحمد ان موقف تحالفه مع الانتخابات الابكر طبقا لما دعا اليه رئيس التحالف ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي واشار المحمد الى ان هناك مستلزمات لا بد ان تستكمل قبل الذهاب الى الانتخابات وهي من الناحية القانونية استكمال القانون الانتخابي وتهية الاجواء المناسبة لاجرائها فضلا على المدة الرابعة والستين من الدستور والتي تنص على حل البرلمان كشرط اساسي لاجراء الانتخابات وعلى ان يكون ذلك قبل شهرين من موعد التصويت وهو ما يتطلب اتفاقا بين الكتل السياسية استبعد تحالف سائرون بزعامة زعيم التيار الصدري مقتد الصدر اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد من قبل الحكومة العراقية وقال النائب عن التحالف علي اللامي انه من الصعوبة جدا اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد من قبل حكومة الكاظمي مشيرا الى ان هناك اجراءات كثيرة يجب اكمالها قبل الانتخابات اهمها فرض هيبة الدولة والقانون وحصر السلاح بيد الدولة ايضا واضف ان هناك محافظات لا توجد فيها دولة او قانون والسلاح هو المتحكم بها ولهذا لا يمكن اجراء اي انتخابات دون فرض الدولة والقانون في كل البلاد لضمان وجود انتخابات نزيهة وعادلة وشدد على ان لا تتكرر اخطاء الانتخابات في عام 2018 موضحا انه لا يمكن اجراء الانتخابات دون وجود المحكمة الاتحادية هذا وابدى مختصون رأيهم بانه يجب ان تكون هناك ارادة وتوافق سياسي من اجل اجراء انتخابات تلبي المطالب الشعبية وتحقق البرنامج الحكومي وفق الموعد المحدد في السادس من حزيران من العام المقبل سيد الكاظم وهي خطوة ايجابية وموفقة هو قرار سياسي ومطلب الشعبي في نفس الوقت بالتالي رمى الكرة في ملعب مجلس النواب حقيقة ان احنا نعلم جيدا كنا كعراقيين ان مجلس النواب واعظام مجلس النواب لا يمكن ان يفرطوا في يوم واحد او ساعة واحدة من اربح سنوات اللي هي الدورة الانتخابية من عام 2018 ولا حتى هذه اللحظة لا يمكن يفرطوا بعيدا عن المزايدات بعض القوى قبلت والبعض القوى رفضت ولانكم يحاولون المماطلة لاخر يوم في الدورة الانتخابية الحالية ولكن الكاظمي هذا المطلب الجماهيري الشعبي وضعهم امام طريق لا رجع فيه اما ان يوافقوا اما ان يحلوا انفسهم او ان يحلوا عن طريق الماد 64 التي كفلت لرئيس الوزراء الطلب من رئيس الجمهورية بيحل البرلمان وبعد ما فقت رئيس الجمهورية يعني بالصراحة القرار ربما قد يكون ذات الرأي المهم هو السلطة التنفيذية على اعتبار ان السلطة التنفيذية صاحبة الادارة ولديها تقدير موقف اداري وربما قد يكون ايضا يرافق ذلك التقدير الوضع المالي والدعم اللوجستي هو بيد السلطة التنفيذية السلطة التنفيذية مكلفة في ادارة مهام الدولة واعتقد الانتخابات هي جزء من مهام السلطة التنفيذية ربما قد تكون هناك ارادة سياسية مختلفة اتمام الانتخابات يفترض ان يكون بدعم سيادي سياسي اذا لم يكون هناك توافق سياسي على تحديد موقف اللي طرحته السلطة التنفيذية سيكون هناك خلاف واختلافات في هذه المرحلة من المعلوم ان السيد مصطفى الكاظم عندما قدم برنامجه الحكومي كان من ضمن البرنامج الحكومي هو اجراء انتخابات مبكرة ومجلس النواب العراقي عندما وافق على البرنامج الحكومي كان من ضمن الموافقات واجراء انتخابات مبكرة وتم تحديث ثلاث مواعيد لهذه الانتخابات من ضمنها كان شهر السادس وتم الاتفاق على ان يكون الشهر السادس هو موعد الانتخابات المبكرة لكن للأسف الشديد ظهرت هناك بعض الاصوات من داخل مجلس النواب العراقي تطالب اما بتأجيل هذه الانتخابات الى الشهر الى دعش او تقديم هذه الانتخابات الى الشهر الرابع ومعروف انه كل حزب او كتلة سياسية عندما تطرح موضوع بالتأكيد هي لديها بعض القضايا وبعض الامور التي قد تؤثر على سير هذه الانتخابات بالنسبة لها فلذلك دراسة موضوع الانتخابات في الشهر السادس جاء بالاتفاق مع المجلس النواب العراقي اضافة الى الاتفاق اثار الاقتراح الذي قدمته اللجنة التي كلفها رئيس الجمهورية برهم صالح بتعديل بعض فقرات الدستور بما يحقق مطالب الجماهير لاجراء انتخابات مبكرة تسمح بوصول الكفاءات وتقلل من سطوة الاحزاب بوجة تجاذبات بين مختلف الكتل السياسية اللجنة التي شكلت عقب احتجاجات اكتوبر الماضي قدمت قبل ايام مقترحا للرئيس صالح يقضي بحل مجلس النواب وتكليف الفائز باغلبية الاصوات بتشكيل الحكومة خلافا لما هو معمول به حاليا حيث تسند مهمة تشكيل الحكومة للكتل البرلمانية الاكبر بجانب تغيير شكل النظام من برلماني الى رئاسي او مختلط الكتل السياسي انقسمت حول كيفية تمرير هذه التعديلات وهل ستكون عن طريق البرلمان ام عن طريق استفتاء شعبي كما ان البعض يرى ان حل البرلمان يتجاوز صلاحيات الرئيس الدستورية والتي تنتهي عند الموافقة على طلب الحل وارساله لمجلس النواب هذا بجانب الواقع على الارض يجعل تنفيذ التعديلات امرا صعبا مما يجهض امال التغيير نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي يقول ان طريقة حل المجلس تكون وفقا للمادة الرابعة والستين من الدستور حيث يتحتم بعدها على رئيس الجمهورية الاعلان عن موعد مبكر للانتخابات في مدة اقصاها ستون يوما فجميع تلك الخطوات مرتبطة ببعضها لان قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية يرتبطان بمجلس النواب اذ كيف تمرر التعديلات في ظل تعطل مختلف مؤسسات الدولة بينما يقلل عضو اللجنة النيابية الخاصة بتعديل الدستور النائب ينادم كنة من قدرة الفريق الرئاسي على تمرير المقترحات اذ يؤكد ان لجنة التعديلات الدستورية ليس لها الحق في اتخاذ اي قرار وانما هي ترفع المقترح لمجلس النواب تعديل الدستور وفق مسؤولين بحاجة لتصويت في البرلمان ثم اجراء استفتاء شعبي على ان لا يرفض من ثلاث محافظات ومن الصعب جدا اجراء اي تعديل على الدستور اكد النايب عن تحالف سايرون صباح العقيل اليوم وجود مؤشرة قانونية ووطنية على اتاء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وقال العقيل ان تحالف سايرون يرى ان رئيس البرلمان لم يكن نشطا منذ بداية تسنمه المنصب ولم يتفاعل مع الجلسات التشريعية المنقطعة وايضا مع مطالب المتظاهرين واضاف ان التحالف كان يروم تغيير محمد الحلبوسي في وقت سابق لكن اغلب النواب لم يتفقوا معه معتبرا ان تذرع الرئيس بفيروس كورونا لتعطيل الجلسات امر غير قانوني اكد مقرر اللجنة المالية النائب احمد الصفار ان قانون الاقتراض الذي اقره البرلمان كان مشروطا بتقديم الحكومة ورقة اصلاحية وبين انها فشلت في تقديمها وقال الصحفار ان مجلس النواب اوقف الاقتراض الخارجي في موازنة العام الماضي ليعتمد على الاقتراض الداخلي وسد العجز كي لا يستمر بالمديونية الخارجية وبين انه وفق ما هو مقرر يقوم البرلمان بعدها بعادة هيكلة الاقتصاد وتطويره والنهوض به واضاف ان الظروف التي حصلت وتغيير الحكومة واعتماد الحكومة الحالية على نفس النهج مؤشرات لا تبشر بالخير لان قانون الاقتراض عندما مررناه كان مشروطا بتقديم ورقة اصلاحية خلال ستين يوما اكد تحالف الفتح اليوم انه يترقب ما ستأول اليه مباحثات واشنطن وبغداد بشأن اخراج القوات الامريكية من العراق محذرا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من تجاهل مطالب الشعب المنددة بالوجود العسكري الامريكي على ارضه بسم الله الرحمن الرحيم نيابة عن الشعب نفتة حجة قادسية صدام كما اسمها العراقيون او حرب الدفاع المقدس كما اسمها الايرانيون انا ذاك اطول حروب القرن العشرين والتي نشبت بين العراق وايران في سبتمبر ايلول عام и 1980 وانتهت في مثل هذا اليوم من عام 1988 ينضم اليه هنا في ستوديو الدكتور محمد الحياني الخبير الاستراتيجي. أهلا بك دكتور محمد أهلا وسهلا بك. بداية دكتور يعني خليني أسألك هل كان نصرا ما أعلن في الثامن من آب عام 1988 بسم الله الرحمن الرحيم تحية لحضرتك سيد ناصر ولي كل مشاهدي قناة سمراء الفضائية بالحقيقة الذكرة العظيمة 88 عام 1988 كانت حقيقة ذكرة تاريخية يفخر بها كل عراقي وكل عربي وكل مسلم عندما تصدد جيش العراقي الباصل في تلك الفترة للجيش الإيراني الذي كان يستهدف الأمة العربية بأكملها وليس العراق ولذلك هذا اليوم كان حقيقة تاريخي وعظيم جدا حقيقة من أسعد الأيام اللي أشتها بحياتي عبر التاريخية كان يوم 8 يوم النصر العظيم المؤذر اللي انتصر بجيش العراقي على الجيش الإيراني وأوقف الزحف الإيراني اللي كان حقيقة يعني مدمر لكل العرب بشكل عام كان يستهدف الأمة العربية بأكملها ومنذ أن تسلم الخميني زمام الحكم في إيران عام 1979 بدأوا يرفعون شعار تصدير الثورة الإسلامية عبر العراق إلى الوطن العربي بشكل عام ولكن الجيش العراقي كان لهم بالمرصاد طيب لماذا تسميه تصدير الثورة بقدر ما تسميه أنه دفاع مقدس كما يسمونه الإيرانيون في ذلك الوقت كانت هناك ربما مشاكل استراتيجية اقتصادية مائية أيضا وحتى ربما كان سياسيا مبطنة كانوا يرفعون شعارات متعددة كان أحد الشعارات التي ترفع أنه طريق القدس يمر من كربلاء وسمعنا حقيقة الشعارات كثيرة لكنها كل هذه الشعارات كانت شعارات خاوية غير حقيقية كاذبة كان الهدف هو تصدير الثورة الإسلامية إلى الأمة العربية بشكل عام عن طريق العراق ولذلك الجيش العراقي كان يدافع عن الأمة العربية في أكملها وحقق انتصار ساحق وكبير جدا على الجيش الإيراني في حينها من حق حقيقة كل عربي وكل مسلم أن يفخر بهذا النصر العظيم ولذلك قلت لحضرتك أن من أسعد الأيام التي عيشت بحياتي هو هذا اليوم التاريخ العظيم الذي انتصر به الجيش العراقي على الجيش الإيراني في عام 2008 لماذا تكن ساعدة في هذا اليوم أنت؟ وهناك آلاف أو ربما قد يكون البليون فقيد من فقده في مثل هذا اليوم ما هي سر السعادة في مثل هذا التاريخ؟ سر السعادة حقيقة تكمن في أن الجيش العراقي سطر أرواع الأمثلة بالتضحية والفداء دفاعا عن العراق ودفاعا عن الأمة العربية والمسلمين بشكل عام ضد الهجمة الإيرانية الشرسة التي كانت حقيقة تستهدف كل الوطن العربي وكل الأمة العربية كما كنا نسمع هذه الشعارات التي تصدر من إيران في حينها تحرير القدس كان حقيقة شعار كاذب يرفع من قبل الثورة الإيرانية وحتى النظام السابق أيضا رفعت شعار تحرير القدس وكان يتحدد دائما عن القومية وما جرى في العراق من ذلك اليوم إلى هذا اليوم لم يحصل اعتباطا فلماذا نشير إلى ذلك الجانب دون الإشارة إلى من كنا نعيش في مثل هذه الأيام طالما نمر بهذه الذكرة التاريخية العظيمة يجب أن نصلت الضوء على التاريخ المفعن بالنصر الكبير الذي حقق الجيش العراقي حقيقة أنت تعتبرها حرب قومية أو تعتبرها مثلا بين العرب والفرس أم تعتبرها دينية أم تعتبرها معركة طبيعية حال حال بقية المعاركة التي تجري من هنا وهناك في ذلك الوضع لا إذا أردنا أن نصلت الضوء على سير المعارك منذ بدايتها منذ عام 1980 العراق لم يعتدي على إيران أبدا بل منذ أن تسنم الخميني مقاريد السلطة في عام 79 في إشباط عام 1979 في الأسبوع الأول من تسلم السلطة بدأت القنوات الفضائية الإيرانية تبث سمومها ضد العراق من دون سابق انذار في إشارة واضحة ليست المغزى اقتصادي ولا سياسي ولا ثقافي المغزى عقائدي حصرا كانوا يرفعون شعار تصدير الثورة الإسلامية هذا هو المشروع الإيراني الكبير ولحد الآن هذا المشروع هو المستمر تسعى إيران حقيقة تصدير الثورة الإسلامية عبر العراق وكما يحصل الآن في العراق وفي لبنان وفي اليمن وفي الكويت ودول أخرى وسوريا كل هذه الدول حقيقة مستدفة من قبل إيران تحضل هذا المشروع وهل نجح إيران في مثل هذه الخطوات من ذلك اليوم إلى يومنا هذا العراقين حقيقة تصده لهذا المشروع بجدارة وببسالة كبيرة جدا ولحد هذا اليوم ولن تتمكن بإذن الله إيران من تمرير مشروعها بالعراق لأنه العراقين حقيقة يدركون جيدا حجم الخطر الكبير الذي يهدد به هذا المشروع العراق بشكل عام والعرب بشكل عام والعرب اليوم حقيقة يعني يستذكرون كل العرب يستذكرون هذا اليوم التاريخ العظيم وكيف كان العراق يدافع عنهم ويقاتل بالنيابة عنهم وأوقف المد الفارسي الصفوي في تلك الفترة على الوطن العربي بشكل عام اتضحت هذه الصورة عندما انتهت الحرب العراقية الإيرانية وعندما تم احتلال العراق أصبحت الصورة واضحة جدا لكل القادة العرب ولكل العرب في الوطن العربي بشكل عام وماذا حصل العراق من العرب بعد تسيطه؟ عن الوطن العربي ماذا حصل العراق بعد التسعين الذي حصل بعد التسعين وثم حقيقة دخول الكويت أصبحت القضية باضحة جدا أن العراق مستهدف بشكل كبير من قبل أمريكا من جهة ومن قبل إيران من جهة لكن صمود العراقيين حقيقة الأسطوري أوقف هذا المد من جهة وأوقف حتى العدوان الأمريكي في عام 1990 وصمد العراق إلى حد عام 2003 لأن تتمكن لا الإرادة الأمريكية من تحقيق مقاربها ولا الإرادة الفارسية من تحقيق مقاربها بسبب حقيقة تلاحم الشعب العراقي ووحدة الشعب العراقي ووحدة موقفه ووحدة صفه ولا توجد هناك أي طائفية ولا توجد هناك أي تفرق بين أطياف الشعب العراقي في تلك الفترة طيب دكتور محمد ما الذي اكتسبه الطرفان في مثل هذه المعركة معركة شريسة 8 سنوات من الحرب الكبيرة المدمرة حدث ما حدث بها بالتالي بعد مرور هذه السنوات ماذا اكتسب العراق وماذا حصلت عليه إيران العراق لم يكن لم يكن هجوميا العراق كان يدافع عن بلده العراق كان يدافع ضد إيران عن أرضه وشعبه وكرامته لم يبتغي أي أهداف أخرى غير الدفاع عن العرض والشرف والكرامة أبدا ولذلك حقيقة عندما انتهت الحرب النصر المؤذر الكبير هو المحافظة على كرامة العراق والعراقيين والمحافظة على حدود العراق ولن يسمح للمشروع الإيراني من التمدد في العراق أو في الدول العربية الأخرى ولذلك يعتبر النصر عراقي مؤذر كبير جدا يفخر به العرب جميعا والمسلمين جميعا طيب دكتور محمد نلتحدث بأمانة للأجيال التي لم تعاصر تلك الفترة سواء كانت في حرب إيران سواء كانت في حرب الكويت سواء حتى في حرب في الحصار الجائر الذي فرض على العراق من تلك الفترة دعني أسألك أنت كمقاتل وكضابط في الجيش العراقي السابق اليوم هل ترى أن الجيش العراقي السابق كان يدافع حقا عن صدام حسين أو كان يدافع عن العراق أبدا أبدا ما كان الجيش العراقي يدافع عن صدام حسين نهائيا الجيش العراقي الباسل يعني صاحب المآثر البطولية وصاحب السفر الخالد لم يكن يدافع عن نظام أبدا عبر تاريخه بل كان يدافع عن العراق ويدافع عن كرامة العراقيين ويدافع عن أرض العراق بدليل أنه يعني صدام حسين انتهى معه راح صدام حسين والجيش العراقي باقي يدافع عن العراق أبدا الجيش العراقي عبر تاريخه ما كان يدافع عن سلطة على الأطلاق لأن كان يمتلك عقيدة عسكرية التي تتمثل حقيقة بمجموعة المبادئ والقيم النبيلة العليا التي دائما يصهرها في قضية الدفاع عن الوطن أو توظيفها بالدفاع عن كرامة العراق والعراقيين بشكل عام والمحافظة على أرضه وثرواته بشكل عام ولذلك الجيش العراقي حقيقي من الجيش العقائدية القوية جدا كان يمتلك عقيدة عسكرية صحيحة ووطنية مبنية على أساس حب الوطن والدفاع عنه حصرا من دون أي انتماءات أخرى جميع أفراد القوات المسلحة في تلك الفترة ليس تديهم انتماءات جانبية أبدا ينتمون للعراق حصرا لا انتماءات حزبية ولا انتماءات أشائرية ولا انتماءات أخرى أبدا لكن كان هناك تبييز نوعا ما في الفترة العسكرية كان هناك من ينتمي إلى حزب البعث له مكان خاص حزب البعث كان التوجيه السياسي ما كان فعلا كان هناك نوعا ما امتياز هذا الانتماء لا يعد انتماء جانبيا أبدا الحزب البعث كان هو الحزب الوحيد الحاكم في العراق والجميع ينتمون لهذا الحزب سواء داخل العراق أو في الجيش أو خرج الجيش أبصد ولذلك حقيقة لا يعد هذا الانتماء الحزبي انتماء جانبيا آخر الانتماء للعراق حصرا ولذلك حقيقة الجيش العراقي امتلك من الخبرات العسكرية وامتلك من القادة العسكرية لما تفتقر إلى أغلب دول المنطقة في هذه المرحلة طيب دكتور محمد بعد 2003 تحديدا أول ما دخل بريمر إلى العراق الحاكم العسكري للعراق قام بحل الجيش العراقي كيف ترى هذه الخطوة؟ وأنت كيف استقبلت هذا الخبر؟ هذه الخطوة العدوانية حقيقة اللي لحوا الأحزاب اللي اجت بعد الاحتلال مع الأسف اللي اجت مع الدبابة الأمريكية ألحوا على الحاكم المدني بريمر بأن يحل الجيش العراقي الباصل لأن يعتبرون الجيش العراقي الباصل هو من الجيش العقائدية العظيمة هم كانوا مقتنعين بأن هذا الجيش هو عراق ولو جيس صدان هو قال في مذكراته بريمر قال في مذكراته قال ألحوا علي الأحزاب اللي اجت بعد الاحتلال أو الشخصيات السياسية اللي اجت بعد الاحتلال أن أحل الجيش العراقي وأن أحل بعض المؤسسات الأمنية وبعض المؤسسات الثقافية والسياسية الأخرى وفعلا هذا اللي حصل حلوا الجيش العراقي لأن الجيش العراقي كان يدافع عن الأمة العربية بشكل عام ويدافع عن العراق والقادة والآمرين والضباط كريم تلكون عقيدة عسكرية وطنية بامتياز لن ينتمون لأي جهة أخرى إلا للعراق ولذلك تعمدوا على حل الجيش العراقي السابق مع الأسف كيف تلقيت خبر حل الجيش العراقي؟ من أسوأ الأيام حقيقة ومن أسوأ الأخبار التي تلعكب حياتي هذا الجيش العظيم الذي يمتلك سفر خالد عبر التاريخ كان يحمل هموم الأمة العربية قبل أن يحمل هموم العراق كان يدافع عن الأمة العربية ومشاركاته في حروب الأمة العربية واضحة ومشهودة ودافع عن العراق بشراسة وبشجاعة فائقة وسطر أربع الأمثلة بالتضحية والفداء دفاعا عن العراق ودفاعا عن العراقيين بشكل عام من دون الشعور بالانتماءات الجانبية الأخرى أبدا لا طائفية ولا مذهبية ولا عرقية ولا حزبية على الأطلاق الجيش العراقي ينتمي للعراق حصرا لا ينتمي لحزب ولا ينتمي لقيادة سياسية ولا ينتمي لحكومة على الأطلاق طيب ولذلك الانتصار الذي تحقق في عام 1988 كان انتصارا تاريخيا يعني رفعت هامات الرجال عاليا يفخر به كل مواطن عربي ومسلم لأنه كان بامتياز نصر عظيم تحقق ضد هجمة شرسة كان يستدفع الأمة العربية بشكل عام لأن الجيش العراقي كان يعني ينفذ عمليات أو ربما يقوم بواجباته ويدافع حتى عن الوطن العربي عن الأمة العربية بشكل كامل أفهم من كلامك هل تؤيد إذا ما في يوم ما في المستقبل فكرت القيادات العسكرية العراقية أن تزج بالجيش العراقي مثلا في حروب خارجية كمثلا اليوم في اليمن في سوريا في ليبيا في دول أخرى هل تؤيد مثل هذه الخطوة بحجة الدفاع عن الوطن العربي والدفاع عن القومية العربية والأمة العربية هذا القرار السياسي قبل أن يكون عسكري حقيقة يعني مشاركة الجيش العراقي في حروب خارجية هذا يحتمل على تصويت البرلمان العراقي على هذا الموضوع لسنا في صدد هذه القضية بالفعل بلكن شيء يذكر نحن نأمل الآن من الحكومة الحالية والحكومات التي أعقبت الاحتلال مع الأسف أن يبنون جيش عراقي وطني بامتياز يمتلك عقيدة عسكرية تحتوي على كل المبادئ والقيم النبيلة اللي يحترموها العراقيين ويحبوها ويصهروها في بودقة الدفاع عن العراق حصرا والدفاع عن كرامة العراقين والمحافظة على ثروات العراق هكذا هي العقيدة العسكرية تنبني أن يبنى جيش بهذا المستوى هل يتغير بعد 2014 هل تغيرت المنظومة العسكرية اختلفت عن سابقاتها يعني عدنا مرحلتين مرحلة 2014 وعدنا مرحلة 2003 بماذا ترى اليوم الجيش العراقي طبعا يعني شوف حقيقة الجيش العراقي دافع ضد الأرهاب عن العراق ودافع بحقيقة بشراسة وأعضوا شهداء كثيرين والتضحية يعني حقيقة من أجل الوطن يعني هذا فخر كبير جدا يفخر به كل عراقي ولذلك حقيقة نأمل بعد هذه المعارك أن يتم بناء جيش عراقي بعيدا عن الانتماءات الجانبية لا حزبية ولا مذهبية ولا عرقية مثل ما كنا نشوف يعني تعدد القيادات الآن مثلا يعني حشد شعبي وحشد عشائري وشرطة اتحادية ومكافحة أرهاب وقيادات متعددة وقسم من هذه القيادات ما تنتمي للقيادة العامة لقوات المسلحة بل قسم منها لا تنتمي للعراق أصلا هذه قضية كبيرة جدا وحساسة ولذلك أنا حقيقة لا أريد أدخل في هذه التفاصيل ولكن أأمل من الحكومة العراقية سواء الحالية أو التي ستأتي أن يعملون بصدق نواية على بناء جيش عراقي وطني يمتلك عقيدة عسكرية وطنية صحيحة يعني قائمة على أساس الدفاع عن العراق حصرا والدفاع عن كرامة العراقيين والمحافظة على أموال العراق طيب دكتور محمد ما هو برأيك الانعكاس السياسي على الحرب في الوقت الحالي على العراق أستاذ ناصر كلما كانت العقيدة السياسية صائبة وصحيحة تنعكس على العقيدة العسكرية وكلما كانت العقيدة السياسية غير صحيحة وغير صائبة تنعكس على العقيدة العسكرية وبالتالي حقيقة أأمل حقيقة ونتمنى حالي كحال أي عراقي آخر أن تكون القيادة السياسية في العراق بمستوى التحدي الكبير الذي يواجه العراق الآن وأن تبني جيش عقائدي وطني قادر على مواجهة التحديات التي تواجه العراق الدفاعا ضد الإرهاب في هذه المرحلة العراق الآن مهدد من داخل يعني من داخل العراق مهدد بسبب حقيقة استشراء مجاميع داعش الإرهابية في كل مكان تتعرض قواتنا الأمنية بين الفترة والأخرى لضربات استباقية خطيرة جدا من دون سابق انذار هذا حقيقة موضوع خطير جدا كيف يتم التعامل مع هذا الجانب؟ هناك حقيقة إخفاقات كبيرة على مستوى المؤسسات الأمنية الأخرى هناك فصائل مسلحة تعمل خارج إطار الدولة هناك فصائل مسلحة تشترك في معارك خارج العراق وهي تقول نحن عراقيين وهناك حقيقة أن جهات أو مؤسسات أمنية أخرى لا تنتمي للعراق تستلم أوامرها من دولة أخرى وهذا حقيقة موضوع خطر جدا يجب أن تعمل الحكومة العراقية جاهدة على حصر السلاح في الدولة أنا أعتقد من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة الحالية والحكومة اللاحقة هو أن يتم حصر السلاح في الدولة هذا لا يتم إلا من خلال أن يشعر الجميع بأنهم عراقيين أولا وأن يشعر الجميع بأنهم يواجهون تحدي كبير جدا يجب أن يكونون على قدر هذا التحدي بالمحافظة على العراق والعراقيين ويبنون جيش عراقي وطني ينتمي للعراق حصرا من دون تعدد القيادات الأخرى تنحصل كلها في قيادة واحدة ويتم تشكيل قيادة عامة القوات المسلحة يرأسها شخص مهني وكفوء ونزيه ووطني وانتماء للعراق حصرا زائد اعتماد الكفاءات والنخب المهنية العراقية العراق غني بالقادة العسكريين يعني أعتقد من أغلب من أكثر الدول بالمنطقة التي تمتلك قادة عسكريين يمتلكون من الكفاءة والمهنية والنزاهة ما تفتقل إليه كل دول العالم أن تعتمد أن يعتمدون على هذه الكفاءات يعني أغلب ضباط الجيش العراق السابق مثلا الآن هم خارج الخدمة وهناك حقيقة في الخدمة من هم أقل منهم كفاءة من هم أقل منهم خبرة ومن هم أقل منهم مهنية حتى أنا أتمنى على القيادة السياسية أن تعي حجم هذا التحدي الكبير وتجلب القادة العسكريين المهنيين في هذه المرحلة الحساسة طيب دكتور محمد ألا يفترض أن تكون هناك مشتركات للعراق مع إيران يعني ترجح فكرة أن تكون إيران دعما للمواقف العراقية السياسية اقتصادية اجتماعية وما شبه ذلك هذا ما كنا نأمله لا يستطيع أحد مننا أن يغير الجغرافية أبدا يعني بعد تغيير كان العداء مع صدام حسين تغير النظام مر أكثر من عقد والنصف العقد من الزمن على تغيير هذا النظام وبالتالي فأن هناك طبقة سياسية كبيرة موالية لإيران حقيقة ويعني خرجت من هناك كما يقال هل تعتقد بأنه ربما الدعم سيكون مختلف؟ أنا شوف أعتقد لا أحد يستطيع أن يغير الجغرافية أبدا تربطنا مع إيران حدود طولها أكثر من 1200 كيلومتر وكنا نأمل ونتمنى أن يكون حسن الجوار هو السائد أن تكون المحافظة على العلاقات الدبلوماسية بشكل صحيح وأن يستفاد الطرفين من هذه الحدود المشتركة الطويلة بما يخدم مصلحة الشعبين بطريقة المحافظة على عدم التدخل بالشؤون الداخلية لكل دولة والمحافظة على السياقات الدبلوماسية الصحيحة من دون التدخل في شؤون الدولة الذي يحصل حقيقة ليست هكذا التي يحصل إيران تتدخل في العراق في كل شيء مع الأسف بسبب الموالين لإيران داخل العراق وفي العملية السياسية حسرا بسبب أذناب إيران الموجودين بالعملية السياسية هناك من يقول أين تدخل إيراني في العراق؟ أثبت لي تدخلا إيرانيا في العراق أين يكون ذلك؟ تسمعني جيدا وأثبت لك؟ أسمعني جيدا الميليشيات المسلحة التي تعمل في العراق الآن وعاثت بالأرض الفساد تنتمي لإيران وتدعمها إيران تسليح وتجهيز وتدريب كيف يكون التدخل إذن؟ كيف يكون التدخل؟ عندما يظهر قائد لميليشي مسلحة عراقي ويقول أنا أستلم الأوامر مارتي من ولاية الفقه في إيران كيف يكون التدخل الإيراني في العراق؟ كيف يكون التدخل إذن؟ بذلك رجل كان ملاحقا قال الميليشيات المسلحة في الإيرانية مع الأسف العاملة في العراق يعني من بداية عام 2003 والتي حد الآن أعاتت بالأرض الفساد قتلت خيرة ضباط الجيش العراقي خيرة الطيارين خيرة المفكرين والقادة والأطباء وحقيقة هجرت الكفاءات العلمية والنخب العلمية خارج العراق كيف يكون التدخل إذن؟ العراقي لا يقتل العراقي أبدا العراقي لا يقتل العراقي أبدا إلا إذا تدخل الأجنبي وكل عملية القتل لو تابعتها الآن ترى يد لإيران فيها كلها؟ كلها إلا ما رحم ربي أبدا أخذها مني العراقي لا يقتل العراقي أبدا إلا إذا تدخلها بالنسبة هل تعتقد بأن إيران فعلا هذه الجمهورية الكبيرة العريقة بحجمها وسكانها ومكاناتها تخشى من عراق قوي مثلا بالتأكيد هي لا تخشى من عراق قوي فحسب هي تمتلك مشروع طائفي تريد أن تمرر هذا المشروع وهذا المشروع عادة لا يمرر إلا من خلال الفوضى الخلاقة هم عندما يريدون أن يمررون أي مشروع أو أي قضية عن طريق الفوضى الخلاقة لا تريد أن يكون العراق هادئا أبدا تريد الفوضى مستمر دائما والذي حصل في المناطق التي تم تحريرها من داعش مؤخرا في محاوة نينوة وصلاح الدين والأنبار وبعض المناطق الأخرى حقيقة الفوضى مستمر في هذه المناطق لغرض تمرير مشروع إيران في المنطقة بهذه الطريقة حقيقة إيران تمرر مشاريعها القتل والتهجير والفوضى الخلاقة المستمر على كل الأصعدة هذه حقيقة هي المخاطر الكبيرة التي تحتق بالعراقيين التي يواجهوها حقيقة بهذه المرحلة طيب دكتور محمد يعني بعد هذا الكلام كيف تتوقع أن يكون مستقبل العلاقات العراقية مع إيران وخاصة بعد زيارة الكاظمي لها وتأكيده على أنه يجب احترام سيادة الدول وعدم تدخل في شؤونها الداخلية من هذا الباب يعني من هذا المنطلق حقيقة نحن سمعنا تصريحات كثيرة بهذا الاتجاه من الكاظمي؟ نعم من الكاظمي تشير إلى أنه سيتم يعني إصلاح الوضع لكن حقيقة لا تجد دالة حقيقية لإصلاح الوضع في ما بين إيران والعراق لا تجد دالة حقيقية من الحكومة العراقية لإيقاف تدخل الإيراني في العراق نريد أن نرى عمل على الأرض نريد أن نرى حقائق موجودة على الأرض يقوم بها السيد الكاظمي لإيقاف مثلا التدخل الإيراني في العراق التدخل الإيراني مثلا في المنافذ الحدودية المنافذ الحدودية على المنطقة الشرقية مثلا وانت رأيت حضرتك يعني حجم التدخل الإيران الكبير في هذا المنطقة تدخل المواد الغذائية المنتهزة الصراحية بآلاف الأطنان تدخل المخدرات من المنطقة الشرقية ومن هذه المنافذ حصرا تدخل كل الأشياء الممنوعة مع الأسف من هذه المنافذ حصرا ومن جهة إيران حصرا نريد حقيقة أن نوقف هذا الشر نريد أن نوقف هذه العمليات اللي حقيقة من عام 2003 واللي حد الآن لا تستطيع حكومة عراقية أن توقف هذا التمدد أبدا نتمنى من السيد الكاظمي أن يعي حجم التحدي هذا الكبير ويعمل على إيقاف هذا التمدد الإيراني في العراق للكاظمي زيارة مرتخبة لواشنطن وغير معلنة للرياض لحد الآن كانت من المتوقع لكن تم تأجيلها ولم يتم حسم هذا الموضوع الموقف الإيراني أنت الآن أشرت بما مجمل الحديث ملامة الإيران على كل موقف أما العراق منذ 1979 إلى اليوم طيب الموقف الخليجي حدثني عنه أشرنا إلى قبل قليل بأحداث التسعين والواحد وتسعين والحصار الجائر الذي فرض على العراق بعد ذلك هل تعتقد بأنه فعلا الموقف الخليجي هو مغاير أو مشابه للموقف الإيراني كما أنت تقول إذا أردنا أن نستطع الموقف الخليجي قبل عام 1990 للأسف كان موقف مخجل وكان موقف حقيقة غير مشرف وقفوا مع الاحتلال الأمريكي وهذا كان واضح جدا لدى كل الأرب والمسلمين بشكل عام ولكن بعد عام 2003 عضوا أصابع الندم لأنه حسوا بشكل واضح وكبير جدا أنه النظام في العراق السابق كان يدافع عن الوطن العربي ضد الهجمة الإيرانية الكبيرة على المنطقة وهم صرحوا بذلك علنا من خلال كبار المسؤولين لديهم ولذلك أتمنى على زيارة السيد الكاظمي في زيارته لواشنطن المقبلة أو لدول الخليج أن يضع مصلحة العراق أولا وأن يتجاوز كل التحديات التي تواجه المرحلة المقبلة بما فيها القضايا الأمنية والقضايا الاقتصادية والقضايا الثقافية الأخرى والمهمة يعني مثلا حجم التحدي الكبير الذي يواجه العراق من خلال الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة يجب أن يوضع حد لهذه القضية هذا جانب الانتخابات المبكرة المقبلة يجب أن يعني السيد الكاظمي أن الانتخابات المبكرة فيما إذا أقدم السيد الكاظمي على فعلا إقامة انتخابات مبكرة أن يعني أنه لا يمكن إجراء هذه الانتخابات في ظل وجود سلاح منفلت بهذه الطريقة ولا يمكن إجراء انتخابات مبكرة في ظل وجود هؤلاء الفاسدين عندما يجتمع الفاسدون والسلاح المفلت ستسخر نتائج الانتخابات لهم حصرا كما حصل في الانتخابات السابقة بسؤال أخير دكتور محمد الحياني في الثاني من آب عام 1990 دخل الجيش العراقي إلى الكويت خلي أرجعك شوي للتاريخ في الثامن من آب عام 1988 تهت الحرب العراقية الإيرانية اليوم الكويت لا تزال أو تتمتع بعلاقات جيدة مع النظام السياسي اليوم في العراق لكنهم رفعوا شعار هذه السنة قالوا نسامح ولا ننسى هذا الموقف ماذا يذكرك والعراق اليوم مر مرور الكرام على هذا التاريخ حقيقة حقبة من الزمن في عام 1990 الإعلام صلت الضوء عليها بشكل واضح وسبب دخول العراق للكويت تم تسليط الإعلام عليها بشكل واضح ودقيق جدا والكل يعلم هذه الحقيقة حقيقة قضية مرت وانتهت نحن نتعامل مع الحاضر إن كانوا لا ينسون هذه الذكرة فإضا نحن لا ننسى حجم التآمر الكبير الذي حصل على العراق في حينها هذا من جانب الجانب الآخر نتسامح نعم ماذا من دون التسامح ماذا مثلا تريدون إذا لم تتسامحوا ماذا تريدون مثلا هذا حقيقة موقف مهم وحساس العراق في مرحلة جديدة العراق في عصر جديد العراق حقيقة في عهد جديد يجب أن يجري التعامل مع العراق بجدية ويجري التعامل مع العراق طبقا للمصالح الوطنية الحقيقية لتخذ مصلحة الكويت من جهة ومصلحة العراق من جهة أخرى أريد أشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد حياني الخبير الاستراتيجي كنت غايفي هنا شكرا جزيلا مرحبا أهلا وسهلا حياكم في شأن الصحي أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم تسجيل 3325 إصابة جديدة و74 حالة وفاة بفيروس كورونا بالإضافة إلى تسجيل 2307 حالات شفاء من المرض فيما سجلت محافظة صلاح الدين 97 حالة جديدة بالفيروس وحالة وفاة واحدة دون تسجيل أي حالات شفاء أعلنت وزارة التربية اليوم أن يوم غد سيشهد توجه أكثر من 48 ألف طالب وطالبة من مختلف محافظات البلاد لخوض الامتحانات التمهيدية الخارجي لمرحلة السادس الأعدادي وقالت الوزارة في بيان أن هناك أكثر من 18 ألف طالب مهني وثمانية آلاف طالب علمي أحيائي وخمسة آلاف طالب علمي تطبيقي ووجود أكثر من 17 ألف طالب أدبي سيؤدون الامتحانات التمهيدية الخاصة بمرحلة السادس الأعدادي ضمن المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات في الشان الخدمي أكد مدير بلدياته سلاح الدين محمد يونس أنه تم انطلاق حملة واسعة لمصادرة المواشي التي تتم تربيتها بشكل مخالف وتضفي طابعا لا يتناسب والوضع الحضري للمدينة طلقت حملة مصادرة المواشي في مدينة سامراء وحدة الخدمات في بلدية سامراء والكوادر العاملة من عمال البلدية وكوادر الآليات بدأوا منذ يوم أمس بحملة واسعة لمصادرة الأغنام التي كانت موجودة في أحياء المدينة وفي شوارعها الرئيسية طبعا ما لاحظناها خلال فترة العيد هناك بعض من المخالفين من قاموا بربط مواشيهم داخل المدينة وهذا شيء مخالف للضوابط الحضارية والتعليمات البيئية يسبب ضرر بالغ على الأهالي ويسبب أمراض وغيرها من الأمور السلبية طبعا صادرنا العديد من المواشي بالإضافة إلى قيامنا بمعاقبة المخالفين الدوليات الفوج السادس المتواجد في مدينة سامراء قامت بمرافقة كوادرنا بهذا العمل صادرنا اليوم أيضا مجموعة كبيرة من المواشي عملنا مستمر لحين القواع على هذه الظاهرة بالكامل وأفشان الزراعي طالب رئيس الاتحاد العام للجميعيات الفلاحية حيدر العصاد طالب الحكومة العراقية بحماية المنتج المحلي والمستهلك العراقي وشددا على ضرورة ضبط الأسعار من خلال نجان المشتركة تعمل على مراقبة الحالة السعرية للأسواق طبعا أكيد اليوم ارتفاع بالمنتجات الزراعية المستوردة باعتبار أن هذه المنتجات تقع ضمن السيراد في فترة عدم انتاج محلي نرى أن هذا الأسعار من أجل ضرب المنتج المحلي تكون منخفضة بفترات الانتاج وغزارة الانتاج المحلي اليوم ارتفاع هذا الأسعار أكيد هو لتلاعب التجار أيضا لضرب المستهلك العراقي والذي نحذر منه دائما أنه نكون هناك حماية للمنتج المحلي من أجل توفير السلة الغذائية وأيضا الفائض عن الحاجة من الفلاحين لكن للأسف الشديد لا نرى تخاذ قرار باتجاه منع السيراد من خلال قريب كردستان واليوم المنافذ الحدودية مفتوحة وتلاعب بالمستهلك العراقي حرصنا كمنتجين أيضا على المستهلك أن يكون انضباط بالأسعار وعدم الارتفاع على الأسعار لكن للأسف الشديد هذا لم يتحقق لحد هذه الساعة الإجراءات المفترض تتخذ الدولة هي محاسبة باع المفرد من أجل وصول إلى حماية المستهلك لكن طالبنا بتشكيل لجنة رباعية لمراقبة السوق بدخول وزارة الزراعة والاتحاد العام الجمعية الفلاحية ووزارة الداخلية والأمن الوطني يكون هناك حقيقة نرى في بغداد أيضا اختلاف في بعض المناطق بالأسعار على مستوى المنطقة والمنطقة الأخرى هذه اللجنة دورها هو ضبط الأسعار كان في السابق يعمل على أن يكون الباع المفرد هناك لايحة بالأسعار لم توجد هذه اللاحة طبعا هي اليوم قامت لجنة متابعة شؤون الشهداء والجرحى في الفرقة بنصب اللوحات التعريفية الخاصة بتسمية عدد من الشوارع وأحد الجسور باسم شهداء الجيش العراقي الأبرار من الفرقة المدرعة التاسعة في محافظة النجف وبابل والديونية تستمر قيادة الفرقة المدرعة التاسعة باستذكار شهداء الأبطال وجرحاها ضمن محافظة العراق حيث استمرت فعاليات شعبة الإعلام والجنة متابعة الشهداء الجرحى بعد أن سمت عدد من الجسور والطرق في محافظة واسط وديقار أيضا حصلت الموافقات الرسمية على استذكار الشهداء بتسمية جسور وشوارع ضمن محافظة الديوانية ومحافظة النجف والحلة وهذا انفردت بها الفرقة المدرعة التاسعة من خلال متابعتها للأبطال الذين ضحوا في أنفسهم في سبيل عزة وكرامة العراق وبذلت كل الجهود لتدليل كل الصعوبات لأخواننا الشهداء والجرحى والأبطال الذين ضحوا في سبيل العراق مناسبة عزيز علينا تكريم الشهيد كرار ولا ننسى دور وزارة الدفاع في بناء جيش خاض معارك شرسة استطاعنا أن نفتخر بهذا الجيش بوجود أبطال قادة وزارة الدفاع ومنهم وزير الدفاع العالي ورئيس أركان الجيش الحالي وكذلك رئيس أركان الجيش السابق عثمان الغانمي كنا نقول له أنه سيكون لدينا جيش من أقوى جيش الشرق الأوسط عام 2020 وهو الجيش وأعلام وزارة الدفاع حاضر أن تنقل رأي الشعب بوزارة الدفاع ومستقبل وزارة الدفاع راح تكون هي أولى وزراء الدفاع العرب وراح تكون أيضا جيشها أقوى جيش الشرق الأوسط وهذا ما كنا نتوقع منذ عام 2003 باستطاعت أن تبني جيشا خطوة خطوة في ذلك توجيهات معالي السيد وزير الدفاع المحترم مشاهدين وصلنا ويكم إلى ختام الخلاصة شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله